الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين هناك أيها الإخوة علاقة بين الملائكة وبني آدم هذه العلاقة كانت من زمن آدم عليه السلام حينما علم الله عز وجل آدم الأسماء كلها ثم عرضهم عن الملائكة هذه العلاقة إما أن تكون علاقة عامة وإما أن تكون علاقة خاصة العلاقة العامة هذه مع جميع الأصناف من بني البشر وهذه العلاقة العامة تبدأ منذ أن كان الإنسان في رحم أمه أرسل الله جل وعلا الملك فنفق فيه الروح ثم بعد ذلك أمر بأربع كلمات امتدت هذه العلاقة في الحياة الدنيا وجعل الله جل وعلا له كراما كاتبين يحفظون ما تفعلون ثم امتدت هذه العلاقة بعد ذلك في نهاية هذه الحياة ومطاف هذه الحياة حينما أرسل الله جل وعلا لبني آدم ملائكة بقبض أرواح هذا الإنسان هذه العلاقة علاقة عامة وهي لكل البشر بجميع أجناسهم لكن أريد أن أتكلم فقط عن العلاقة الخاصة بين الملائكة وبين أهل الإيمان هذه العلاقة سببها الإيمان بالله جل وعلا وهذه العلاقة هي من كرم الله جل وعلا ومن عطائه ومن جوده لأهل الإيمان من وراء هذه العلاقة خيري الدنيا والآخرة للعبد فمن ذلك مثلا أن الله جل وعلا أمد المؤمنين في معركة بدر بثلاثة ألاف من الملائكة منزلين ثم قال لهم بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة ألاف من الملائكة مسومين ثم أخبر الله عز وجل أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن هناك ملائكة يطوفون في الطرقات يلتمسون حلق الذكر فما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله جل وعلا إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله جل وعلا في من عنده هناك ملائكة يصلون على المؤمنين هو الذي يصلي عليكم ملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور هناك ملك واقف على رأس كل إنسان يدعو فيؤمن على دعائه ويقول له ولك بمثله هناك ملائكة تقف على أعتاب أبواب المساجد في يوم الجمعة وتسجل الأول فالأول هناك ملائكة أيها الإخوة يصلون على الصفوف المتقدمة في الصلاة هذه الملائكة تحضر دائما في الأماكن في الأماكن التي يحبها الله جل وعلا تحضر في حلق الذكر تحضر في المساجد أيها الإخوة هنيئا لكل شخص لكل مسلم يمن الله جل وعلا عليه بالوفاة في المسجد لأنه المكان الذي تحضره الملائكة هناك صنف من أصناف الملائكة التي أخبر الله عز وجل عنها وهي أعظم من أعظم الملائكة وهي ملائكة تشرفت بأمر عظيم وهي ملائكة حملة العرش العرش أعظم المخلوقات وهو أعظم من السماوات والأرض ومن الكرسي وهو أعظم مخلوق خلق الله جل وعلا هناك ملائكة تحمل هذا العرش وملائكة حول هذا العرش يقول الله جل وعلا الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم وماذا يقولون ويستغفرون للذين آمنوا يعني يدعون لهم بالمغفرة يدعون لمن لك أنت أيها المؤمن يدعون لك بالمغفرة ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلمة فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم وماذا يقولون ربنا وأدخلهم جنات عدلة وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم فيدعون لك ولأبنائك ولذرياتك بدخول جنة ليس هذا فحسب بل يقولون وقهم السيئات ومن تق السيئات وما إذ فقد رحمته أيها الإخوة هناك مشهد مهيب عظيم تحضر الملائكة في ظني والله أعلم أنه لا يوجد في هذه الدنيا مشهد مثل هذا المشهد العظيم وهو ليلة القدر ليلة القدر التي عظم الله عز وجل شأنها فقال وما أدراك ما ليلة القدر في هذه الليلة تنزل الملائكة تنزل الملائكة ذكر أن الملائكة في هذه الليلة أكثر من الحصى تتنزل هذه الملائكة لماذا تتنزل؟ تتنزل لعظم تلك الليلة ليس الملائكة في حسب بل والروح اللي هو أفضل الملائكة وأشرف الملائكة جبريل عليه السلام هذه الليلة في هذا المشهد العظيم تتنزل الملائكة ملائكة الرحمن وفي هذه الليلة العظيمة ينزل جبريل عليه السلام لا لشيء إلا لك أنت أيها المؤمن الله جل وعلا جعل هذه الليلة خير ليلة وأفضل ليلة العبادة فيه والملائكة تتنزل فيها وهي ليلة سلام وأمان حتى تتقرب إلى الله جل وعلا في هذه الليلة أفيليق بك أيها العبد المؤمن بعد كل هذا وشرف هذه الليلة أن الإنسان يغفل عن إحياء هذه الليلة المباركة أن الإنسان لا يقوم في هذه الليلة إيمانا واحتسابا أن الإنسان لا يجتهد في هذه الليلة احرص في ليلة القدر اعتزل أهلك اعتزل للناس اعتزل الجوال اعتزل كل شيء اتصل بالله جل وعلا اقطع العلائق بالخلائق اتصل بالله جل وعلا الخالق المرحوم الرحم في هذه الليلة والمحروم من حرم أجر هذه الليلة والله إن الإنسان لا يتشرف لو كان في مجلس فيه أهل العلم والتقوى وصالح المؤمنين أن يكون ممن يشهد هذا المجلس فكيف بليلة تحضره ملائكة الله جل وعلا شرفك في هذه الليلة أن تتقرب إلى الله جل وعلا بالعبادة وأن تحيي هذه الليلة اللهم إنا نسألك يا رب اللهم إنا نسألك أجرها وثوابها اللهم إنك عفون تحب العفوى فاعفو عنا يا كريم يا أرحم الراحمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر